موسيقى معكم مرة جديدة من منزل حداد وعبدون نتفرج مع بعض على ديكورات حلوة عجبتنا ونشاركها معكم اليوم معانا اليوم نتصديفك المهندس اسامة جميعان هو المصمم المسؤول عن تصميم هذا البيت وتنفيذه أهلا وسهلا فيك اسامة اسامة تحكي لنا اليوم عن الابروتش تبعك بالانتيرير ديزاين وكيف انت بتختار الإضاءة والتفاصيل والألوان والمواد بحيث انك تحقق الثيم الانتحاب تعمل في هذا البيت أولا كل مشروع يختلف من واحد لواحد أولا كل مشروع له هويته الخاصة بالنسبة لي إذ يختلف كل مشروع عن الآخر تبعا لاحتياجاته أما عن المنحنة التصميم الذي أتخذه بالعادة لأي مشروع ديكور داخلي ينبع بداية عن متجهات معمارية بحتة كوني مهندس معماري بالأصل وليس مصمم ديكور وبالتالي أأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مهمة كالأجواء العائلية وطبيعتها طبعا العامل الجمالي مهم أيضا ولكني بطبيعة الحال أركز على العامل الأهم بالنسبة لي وهو أن تنعكس هوية ساكني المنزل على التصميم فبالنهاية هذا المنزل هو حلم ساكني بالنسبة لي مضمون الديكور الداخلي يقمن في الفراغات فأقوم في البداية بالتركيز على الفراغ الكل فأجرده إلى أبسط مكوناته إلى خطوطه الأساسية الواضحة ثم يأتي دور المالك فيما يخص الجانب الجمالي والديكوري مثلا بالنسبة لي أنا لست من محبي تعليق الأشياء على الحيطان فأنا أحبها نظيفة نقية أكره الإثريات في القرف وأكره الأبواب لذلك يمكنكم أن تلاحظوا أنني أعمل على إخفائها في تصاميمي ولكن بشكل عام هذا البيت بالذات إيش كان الثيم اللي أنت كنت حاب تحقيقه حكي لنا عني كلاينت كيف كان أسلوبهم وشخصياتهم كيف أثرت أنك تستوحي الأفكار اللي حديتها بهذا البيت وحكي لنا عن تفاصيل معينة بموجودة بالبيت أنت أحب تحكي لنا أكثر عنها الأولا يجب أن نذكر هنا أن المهندسين المعماريين والمصممين لهذا المنزل هما فارس وفارس والذين في رأيي مصممان بارعان على نطاق الأردن في هذه الفترة ولقد سنحت لي الفرصة أن أعمل معهما على ثلاثة مشاريع وهذه الفيلا هي الثانية من أهم المعطيات التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار نسبة لهذا المشروع الحدائق والنوافذ إضافة إلى واقع أن الملاك ليس من محبي الستائر أبدا نحن الآن في غرفة المعيشة نلاحظ أن الشمس هنا زاويتها قوية جدا استعملنا فيها ألواح يابانية مجدود عليها شعر الخيل خففت من حدة أشعة الشمس وأطفت رونقا مبيزا للفراغ في الثلاثة المعيشة، كما ترى أنه لم يكن هناك فرصة لأننا نتكلم عن طريقة مختلفة حتى نحل طيب المعيشة بالفراثة والفراثة لا، كل المعيشة بالفراثة والفراثة أما في غرفة الضيوف الرئيسية فكما لاحظتم لا يوجد ستائر فالمنزل مخفي بحدائقه الخاصة إضافة إلى أن معظم المنازل حوله منسوبها مختلف لذلك استحيل أن يتمكن أحد من الخارج أن يرى ما في الداخل وبالتالي حققنا شفافية بين الفراغين ولكني قمت بإخناعهم بضرورة الستائر في غرفة الطعام فكما تعرفون هناك في تلك الغرفة حيث اللدة وضوء الشموع شعرت أن عدم وجود الستائر سيترك الفراغ عاريا استعملت الخشب كثيرا لأغطي الأبواب وأغفيها ليظهر الفراغ بخطوطه الواضحة الناطيفة بس بالبيت هذا تلاحظون أن يفقي خشب كثير يعني أكثر الناس يستعملون لخشب بس أنا أستعملتها كثيرا لتفتح المنازل لأن كل شيء يقصد مخفض ويجب أن يجب أن تفعل مدخل لأن المدخل كان يجب أن يجب أن يجب أن يجب الشعب الجسر في التصميم المعماري حكمنا نوعا ما فهو بدوره مغطى بالخشب فنقلنا عنه هذه الروح لباقي الفراغات في المنزل للتسفود فيه ونلاحظ المدخل الرئيسي حيث صممنا فيه الفراغ المزدوج أو السخف العالي ليضاهي حجم فكرة الجسر توفي رأيك الخشب ماذا سبريت الأعطاء للبيت أكثر؟ نحن نريد أولاً، نحن أخبرنا أننا أخبرنا اخترنا خشب الكرس بالذات لأنه يضف الدفع في الفراغ في المنزل كما نلاحظ دو طابع حديث فراغاته واضحة خطوطه مستقيمة نقية فإذا قمنا بداهن حيطانه كالمعتاد لكننا حصلنا على فراغ لا حياة فيه أما بإضافة الخشب فقد أعطى الفراغ نوعاً من الدفع والحميمية مع المحافظة على حداثة التصميم تحكي لنا أسامة عن الأشياء عم نشوفها على الولز وعالطولات حكي لنا عنها أكثر؟ الأثاث في غرفة الضيوف ومعظم أرجاء المنزل من تصميم الخاص يتم تصميم وتنفيذ هذا المنزل قبل عشر سنوات حينذاك لم يكن هناك العديد من محال الأثاث المميز في الأردن كما في وقتنا الحالي كإكس كلوسيف الذي اعتبره من رواد الذين أدخلوا الخط الحديث من الأثاث إلى السوق المحلي اللوحتين الرئيسيتين في هذا المنزل هما أعمال المهندس المعماري والفنان أمار خماش والقطع الفنية عند المدخل الرئيسي من تصميمي بالمشاركة مع شريكي كريم شعية وهو مصمم صناعي من لبنان والذي أفتخر بأعماله أما باقي القطع الفنية في هذا المنزل فهي من مصر الله لا لك btら لي أيضا س resistance وفنتك في حال MARY لنظروا ببارون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة